أول حلم معنا هو حلم ياسمينة كما قلت اسمي فقط لا يحتاج أقول الحلم سلام عليكم رأيت أنه في مكان زكاة أفراح ولكن لا يوجد أي صوت لآخر الحلم هو الحلم الذي يوضح لأنه لديك تعطيل وتعصيرات في حياتك والأمر يبقى له فترة تقريبا لدرجة أنه تقريبا شبهي أستي من موضوعك ولكن بعد ذلك يوجد سعي يعني إذا عملتكم حاجة التزمت بروكيا وارد وكان سعي مثلا التزمت بروكيا جدا أو التزمت بروكيا مكثفة او عملت نفسك برنامج يعني اشتغلت على نفسك فترة حلوة حلوة كده محترمة يعني وبناء على الجزء اللي انت التزمت به ده سواء وردة او كان روكيا ليك بشرة ما شاء الله بعد كده بازن الله يعني باسترجاع الحاجات اللي فكرت منك فرص راحت منك ارزاء طبعا ما فيش حاجة اسمها وضعت يعني كلها بقوان وكله بأمر ربنا وامر المام من كل خير بس المقصد يعني انت في ظنك ان دي فرص راحت عليك يعني لكن ان شاء الله ليك رزق وليك نصرة وغلبة وصلاح حل وتحقيق ا يا ربنا هيعوضك ليك عوض ما شاء الله يا الله مبارك وكمان في هنا اشارة ليك بتمام امور واخراق سرقة انا عارف انك بتخرج سرقات او ده طبيعي يعني كلنا بيخرج ما فيش حد ما بيخرجش لكن يعني السرقة دي عاني الحلم ده مخصوص لان اغلبكم بوقع في الحتة دي لما بقول لحده مسلا خرج سرقة يقول انا اصلا بخرج انا عارف ان انت بتخرج كلنا بنخرج لكن جد لك انشارة حلم معين يبقى الحلم ده بالذات عاية سرقة ليه بقى الله اعلم ده في عضور زيادة مسلا تأسير زي تأسير امور الله اعلم فعليه زي مجنة في المنام نعمل لكن كده كده احنا ما شاء الله معنا البشرة وفي انتفاع وطالما في انتفاع هنا من رقيا يبقى احنا نتازم بها ونستمر عليها ومع الصرقات وكسف التسبيح والاستغفار ان شاء الله يكون خير والله اعلم معانا حلمي مجوهي الهوية بيتقو رأيت انني وقفة في حوش البيت ونضرت للسماء ورأيت طائرة تطير وراءها مركبة كأنها سفينة وكانت تطير وتخللت ان فيها مسبح لاخر حلمك طيب بوسري من هواحين بك في هنا كذا دليلة اول حاجة واضحة انت ماشاء الله يعني ليك كده تطلعات او طموحات يعني امنيتك عالية شوية انت اوكي بتتمني حاجة معنا بس مش بتتمنيها باي حال لا انت عايزة بحل معين بشكل معين حاجة عالية يعني فرضا واحدة بتتمنى انها تتخطب وخلص لانا عايزة اتخطبه بس لا في واحدة عايزة تتخطب واحد مصفات معينة سنه معين شكله معين يعني انت سأفي احلامك عالي شوية وده طبيع وده حقق طبعا رب ربنا الكريم يعني ادعو ان شاء الله ربنا اعطيكم ما تتمني فهو دفنتي بتتمني حاجات عالية شوية يعني بتتمني صفات بعينها مش مش جوازة والسلام يعني زي ما بيقولوا بالمصري كده لأ انت عايزة جوازة بصفات ودلالات معينة تمام وكان واضح ان فيه انتقل في حياتكم يعني ورجعتوا لي انت اصلا بتقولي في الواقع انت فعلا سفرتوا ورجعتوا هوا هنا بالضبط الجزء بتاع اللي هو التغيير الغرفة ورجعتوا ودخلتوا تاني كانتكوا جيدوا من صفر هي دي كان في نقلة يعني كان في نقلة في البيت عندوكو والامر رجع استكاوري تاني فهو دعموكم كانت صفر بتاع ترقية ورجوع تاني خلاص دي كده على زيارها وقعت مش محتاجين اللي احنا فصرها فاعدين استني ارفع حلمك اوكي بعدين انت دخلت غرفة تانية وكان فيه حقيبة وملابس وفزتين والكلام ده كله ده بقى انتقال انت في حياتك يعني انت روحتي مثلا دخلت غرفة فمن غرفة لغرفة او حتى من اي مكان كنت فيه ودخلت غرفة يعني انت هنا فينا في نقلة دخلت في مرحلة تانية المرحلة فيها يبص عندك الفساتين والوهدوم الاطفال والكون خالتك قادة واسمها عميرة يعني جاء من عمار الحال او من عمارة الحال فده هنا بشرة لكي بزواج وزرية كمان انا عارف انت هتقولي بقالي مدة بيتيجي بشريات لكن مفيش لغاية ده تعيق اشارة ده طبيعي لان متعارف في القوانين الاحلام البشريات بتتأخر شوية طبعا يعني مفيش قاعدة سابتة بس بنسبة كبيرة اغلب الاحلام المبشرة بتتأخر شوية بتحقيقها عشان كده دمان انا بقول لكم ايه نكسر من الاستغفار نخرج من السراقات نكسر منها برضه عشان ربنا يعجل بالبشرة لان اللي باقع اسرع للاسف اللي هي احلام اللي بقى فيها مثلا انزار اللي فيها انزارة فيها مثلا حاجة مش كويسة فاننا بنبقى يعني ده شي طبيعي يعني مش معنى اللي هي مثلا حاليا عشان اللي واضح اللي فيه قلق في الرؤية واضح نحن فيه قلق عندكم في البيت مضوضة فعلا مؤثر عليكم وشايفين ان مثلا ايه يا ربي تب هي بتجيلها احلام كتير وبشريات انها تتخطب بس رغاد دلوقتي ما تخطبتش هاي الكلمة دي عاملة جو عاملة قلق عندكم في البيت وانتو شايلين مضوضة فعلا ان هنا في حتة في المنام هنا حديث نفسي بتقول ان الحتة دي فعلا عندكم لأ فانت عزاجة التميني وتلقيش مش معنى ان جات لها البشرة وتأخرت انها مش هتقع او مش معنى كده ان الحلم تفسر غلط لا هو الحلم تفسر صح واحلامها كلها تفسرت صح سواء بقى هنا او في جروبات تانية يعني وكده كده فيه بشرة لكن ده طبيعة الحالي بتاعت البشرة انها بتتأخر شوية فهي بس مسأل الصب يعني كون في يكون ربنا اعلم بالوقت المناسب لها لان برضو واضح في الحلم باخره هنا ان هي لسه مش مستعدة للارتباط يعني اوكي عزباء سن مناسب بكل حاجة لكن كمسئولية لا هي لسه محتاجة تتضبط في مسئولية الزواج يعني مش معنى ان هي كبيرة وعلى سين الزواج انها تدرى تشيل بيت لا هي محتاجة تضبيطة فممكن عشان كده ربنا ماخرها يعني ربنا لسه بيعدها بيعمل لها اعداد عشان تبقى ان شاء الله مسئولة لان هو ده اللي بيقوله بقيت حلمك كده كده قلنا خلاص معانا البشرة ان شاء الله فعلا فيه حد ان شاء الله هيخطوبها ام بص يا معاشا اللي رائدين شفتها امتى يعني ممكن في خلال خمس شهور او مثلا كانت في خلال خمس سنين نشوف البشرة دي بقى لها بقى ادي ايه معاها او ممكن مثلا في شهر الخامسة القادم او برضو مركز او في التوقيت ما حاوليش تركز على توقيت معاني المهم ان فيه بشرة هنا بعريس ان شاء الله جايلها فعلا تمام بس زي ما قلت لك برضو هي لسه مش مستعدة محتاجة اعداد شوية تبقى ادي المسئولية مش مش حاجات طبخه بس لا يعني البيت نفسه عايز حد يكون مسئول حد يكون قادل مثلا انه يتعامل مع مسئوليات البيت غير طبعا المطبخ والاهتمام من يكون بقى فيه راغل في البيت واطفال وكده فهو ده بس الحلم بيقوله وان شاء الله ربنا عجلها ما تلاقيش البشرة هتحصل بس نكسر من الاستغفار والسرقة هي مستمر على بتقري البكرة او حاجة او طب تمام كده كده في انتفاعة من البكرة ومشاء الله طالما انت قلت كده بشرة جت لها وكمان الحلم ده برضو بيبشر بجواز خلاص كده كده احنا يبقى قدام عنان البشرة اكيد وفي انتفاعة من صوت البكرة ما ش انسى تماما هتلاقيها جلتك على غفلة مع استغفار وصرقة ان شاء الله ربنا عجل لها وربنا فراحك بيها يا جميلة والله اعلم معاني حلم المجموع الهوية بتقول حلمت اني كنت قادة مع شائمية وكان فيه طبقة فيه كوكز شوكولاتة بعدين انا كنت ونظف القوضة اللي كانت فيها اللي كنت فيها لقيت حسناء بتقولي لآخر حلمك بص يا جميلة واضح هنا ان في حسن واقع عليك تمام في واحد بواحدة في حياتك حد مش كويس خالص تمام هو عاملك يعني هو ده اللي مرحوظ بزيادة مش عارفة ايه نوع الازية بقى هل هو ازيك بكلام هل هو ازيك الفعل بس في واحد موزي في حياتك وانتوا عارفينه وكمان في واحدة الواحدة دي هي حالان سكتة يعني مش باين منها رضي فعل لكن هي مؤزية وحسنة وحقدة فانت خلي بالك ان انت كده حسن واقع عليك من طرفين من واحد وواحدة الواحدة ما عرفش انت عارفها ولا لا ممكن تكون مثلا شك فيها او انت عارفها بس مش ازيك بشكل فعل او بشكل ملموس تمام لكن الاكيد الراجل هو ازيك بزيادة يعني اوكي لو كان في ظنك انه هو فار لكن لو فار هي ست هي اوكي الفرام بنسبة كبيرة ببنات في المنام يعني ممكن هنا اقول مثلا هما بنتين واحدة مؤزية بزيادة عن الثانية لكن انت قلت فار فانا هاخد على زي ما انت قلتلي بس برضه هرجع اقول لك شو في انت وقع في نفسك ايه كدفار ولا فارة لا فار يبقى رجل لا فارة تبقى بنت ومعانا هنا القطب هنا في بنتين في حياتك والمقصد عمد ان في اسد وقع عليك من طرفين طرف ملحوز اوي وانت هتعرفيه والعيلة كمان يعني كأنه ظاهر اثقو يعني كرهاها باين هي مش مدالية كرهاها بالعكس يعني لكن ابشري دي رأبنا هتخلصت منها ومن ازيادة فالحمد لله ان ربنا برغم انه هي كرهاها او حقدها ظاهر او حقده بقى حسب هو فار او فار زي ما قلتليك حسب مواقع في نفسك في المنام المهم والاهم منها والبوشة ان الحمد لله انت خلصتوا منه وليك نجام انشاره ربنا بعض عنكم خلاص لكن لسه موضوع القطة موجود زي ما هو فده معناه اللي احنا لازم هنا نركل نفسنا بالفعل كمان ليك اشارة اصلا في باقي منامك بيقولك ان انت لازم تركي لان ده حسد واقع عليك وانت مش عارفة استان انت منتظر مع روكي ولا لا طيب انت مترمش بتركي طيب انت منتظر ايه بقى يعني انت فيه حسد وانت عارفة ان فيه حسد وعارفة ان فيه تعصرات عارفة ان فيه مشاكل والحلم الموضح اتنم وزين في حياتك واني رزق بيجي يعني بجهد او بيجي بتاعه فحسن لازم نركي لان هنا لك اشارة حتى لو مركيش اشارة مفوض انت تركي ده طبيعي يعني وخلاص زي ما قلنا ماشي ليكي هتتخلص من واحد وليكي كمان هنا مشاء الله بشرة بارزاق حلوة طيبة ورزق جاي من بعد صبري يعني انتي صبرتي او هاد هياخد منك وقت هياخد منك جهد يعني ممكن 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 الرزق القادم ده يكون على شهر تسعة القادم ممكن لعله يعني بس برده انا بحب شان احدد قوي مدة يعني بحب احضر بمدة نفس يعني بس المقصد انكتوس بري يعني عشان لما تلاقي مدة طارد تقولي فين الرزق لا هو فيه رزق بس لسه مش دلوقتي في خلال شهور كده ان شاء الله يعني وليكي اشارة هنا بحكتين بالرقية وكمان ليكي اشارة هنا باخراق الصدقة لتمام الامر يعني عشان ربنا يتم عليك الحاجة اللي انت عايزيها ويوصل لك حيلك والرزق اللي انت عايزي يجيلك دخرك صدقة تمام بنية التيسير الرزق اللي موجود في الحلم ده وياريت تخليها روتين وعبادة في حياتك على طول الصدقات حتى لو جنيه يعني ربنا كريمه بيقبل تمام على قد ما قدرتك يعني ما تكلفيش فقطاتك وزي وقالنا رقية ضروري على شاء ربنا يصيرك حرك يا جميلة والله على ما ربنا ربك فيك يشرر اي حاسد وحاكت حواليك حلم مجول هواي بيقول حلمت انني خرجت في الشارع في الليل وكانت عبارة عن اذقة فوجدت فيها يا شاب مرايك وصغير الحجم بعض الشيء اراد ان نسك ليها تفي لاخر حلمك طيب بص يا جميلة كون انت في شارع لان حياتة الشارع والليل تكرر معك هنا كزا مرة في حلمك يعني الشارع والليل والديق بتاع الشارع الليك موجود والكلام ده كله وكمان اللي كان عايز يسرق الهاتف بتاعك ده كلها علامات حسد علامات كرب علامات تعصرات انت عندك امور متعصرة عندك كرب عندك اصابة حسد عندك مشاكل عندك ضيق في حياتك يعني امورك كده مش احسن حاجة تمام وليك ان شاء الله طبعا هنا انك تستخدمي رقية او تمشي على رقية انت بتقولي ممطق بتشرب ميا مكروقة بس يعني ما بتعملش حاجة اكتر من كده يعني هو رقيتك الماء وبس لو الماء وبس لا لازم انت كمان تركي يعني مش مش ميا بس الماء دي حاجة ضمن البرنامج لكن لازم انت زي نفسك تقري وتمساح وتنفس على جسمك تقري وتمساح وتنفس على جسم ابنك لان ابنك كمان هنا واضح برضو ان في هنا اصابة هي الاصابة عندك وحسب ما موجود في الحلم عين اللي وقع عليكم عين فممكن كمان تكون عندي طايلة ابنك انت بتقولي عندك الام مزمنة في الكتفين وخاصة ان زراع الايمام واملا لازم تكون من علمات الحسد والعين الكراحي لعالي الاصابة اللي عندك دي من توابع الاصابة الروحية وما انت عندك ابن متأخر فى النطق برضو ده يكون اصابة الاطفال اللي بتاخد عين بسرعة وانت هنا الولد بن برضو من الحين وده حني فعن انواقع عليكم وخلي بالك وانت في حالك عامة حسب توها وحيرة وتشتت انت مش عارفة دي الصرافي فى موضوعك ازاي مش عارفة دي الصرافي فى موضوع ابنك ازاي فى هنا تخبط عندك شوية مره تفرج معاك مره تتعسر او مش عارفة او مش عارفة النقطة المشكلة فين او بداية العلاق فين هو هي دي المشكلة لكن هي البداية والعلاج وكل موجود في الحلم في عين وقع عليك ربنا يا رب يحفظك انت واي بك خلاص هي اللي عمال الاله ده كله لو التزم مبروكا ان شاء الله الامر ستتيصل ادي الموضوع من اوله او من بدايته وادي الحل لكن موجود تكون انت في ظنك اللي انت محتمد على الماء المكروب بس اللي ممتك بتعمله هو اوكي طبعا دي خطوة حلوة في العلاج ويعني من اساسيات برضو العلاج مش حاجة هينا لكن ما نفعش انت برضو لازم تقرأي على نفسك وتقرأي على ابنك يعني انت بتقول لي ممتك محافظ القرآن ماشاء الله اللهم بارك ربنا ربي بارك فعمرها ويخليها طيب بجملة بقى بتقريرك على الماء لو هي لها في الروكية خليها تركي يعني خليها ممتك تركي تركي وانت برضو اركي وانت كمان اركي نفسك لان ممكن تكون انت مثلا المعيونة يعني انت اللي عليك العين وعليه الولد تأثر يعني كان هو التابع مش هو الاساسي يعني انت الاساس فهو مثلا اتصاب الاغلب يعني لما الاصابة تدخل البيت تحسيها هي تدخل على البيت كله بتلف كده الاصابة تتبكن على اهل البيت واصحاب يعني فأنا دلوقتي مثلا شكة مش عارفة مين المحسود انا ولا ابني اهو الوضع في الحين من انتو الاثنين يبقى انتو اتنين لازم تركو فانتي غير ما هي ريد تلتزم بروكياسوت البكرة طبعا هي اللي هجيب من الاخر يعني وبرده نركي بالماء اوكي ونختسل وبرده تخلي ابنك يختسل يعني حاولت تخليه يختسل بمية ميا مكروقة لو مثلا اهو طبعا هو لمعافش سنه قد ايما انت ملت السنه بس لو هو صغير مش عارف الاسكار والسباح والمساء لكن طالما هتخرج بي بره بيتك يا ريد تركي قبل ما تخرج بي من البيت ممكن يكون ابنك ما شاء الله مثلا فيه حاجة مميزة بتاخد العين ممكن مثلا فيه قبول ممكن يكون جميل بزيادة يعني حلو كده فيه ولاد تختف العين تحسينها الشائعية ما شاء الله مثلا ممكن والله الناس مسابحة في حالها حتى لو ما فيش ميزة معين ما تعرفيش مين حسده على ايه يعني انت ممكن ضحكة ممكن طاق مشيك لافسه ممكن شعر ممكن بشرة بصي الناس بيتم في صباح شاوي فهنا ابنك لو انت هتطلع بي بره بيتك حد غير كده هيتشوفه وانت برده براك على ابنك ارقيه وده من الاسكار وحصانيه تب انت قاعدة مش خارجة بس هجيلك ضيوف لا قبل متخرج الولد يكون مكروف وانت كمان تكون قاعدة على نفسك عشان انت برض ما تعرفيش الازا جاي منين وان شاء الله خير يعني اللي انت في الاخر اللي انت لك هنا فرج وليك مخرج التاكسي اللي طلبتي ده ده واللي خلاص عرفت الطريق يعني يعني انت كتطلبت التاكسي عشان عرفك الطريق فمعنا كده انت ربنا هرزوك هداية في امرك ربنا يعني هرشدك هرزوك رشاد معنا كده ان شاء الله هتلاقي الحل هتعرف تتوصلي للحل الكلب اللي انت فيه فده انت فاعمل روكيا وده خير فانت ما تقسي وان شاء الله خير وربنا يا ربي كره يعني جوي بيحفظه لك يا رب الله امين والله اعلم حلم مجهوب الهواء بيقول رعاية تأخي المتوفي واسرته في بيت والدي وانا وبنتي الكبيرة لنظرهم سمى وجدت كأنه وقت الفجر لاخر حلمك طيب بس يا جميلة مبدأيا كده ما شاء الله في احياء الامر هنا في حياك وكان متعسر ربنا هيسلكم وحاجة كنت تتمنوها كنت بتسعليها كنت عايزينها لكن كان متعسرة شوية بس ما شاء الله ان اوانها وربنا هجدلكم فيها الامل تاني وان شاء الله هتقضى وفي بدايات دخل عليكم بدايات فيها وفرج فيها تغيرات الاحسن في حياككم دي دلالة دلالة تانية غالبا هيكون عادة على بنتك يعني ما شاء الله وهنا في امرين في امر واشارة يعني اول امر اخوكي هنا محتاج صدقة وغالبا هيكون سارقة متعلقة بحاجات كرانية بمعنى ايه مثلا لو كانتك تتوصلي فيه دار اه تحفيز قرآن يريد تخرج له فيها سارقة هو عايز سارقة بتاعته تكون في المكان ده عارف اوان كده بيبقى فيه مثلا دار تحفيز مثلا ناقصها كتب للاصفال زي نور البيان ناقصها مثلا لو حتى فيه مرتبات للمعلمات الهناك لو فيه حاجة تخدم للاطفال الهناك مصاحب صغيرة كتيبات كراسي حتى الدار نفسه سجاد للدار بص أي حاجة يعني مهم حاولي تسامي بصرقة تكون من دار من دور تحفيز القرآن يعني هي دي صرقة اللي هو أخوك عايزها ليه الله أعلم يعني هي صدقته طالبها كده هو عايز يطالب منك صرقة والصرقة دي إذا مواترك تكون حاجة متعلقة بالقرآن فأحنا حت بقلي ده أجيب مصحف واسيبه في جامع يعني الحكاية دي هي أكي سرقة بس أحسلان إحنا وبلغش ندخل الجوائم فهو حرام يعني هيبقى المصحف في جامع تركا هو مش ينتفع به فإحنا يبقى بشكل عامل تاني نروح أي دار قرآن أي دار تحفيز بيبقى فيه أكثر كده مثلا اللي هما صغرين لسه دور صغرانين كده بيبقى فيه كتائبات بتاع جزء عامة بيحفظوا منها ممكن تروح تشتري مجموعة جزء عامة وتزعيها شوفي خشي أنت الدار أي دار قريبة منك ويسألي إيه اللي ناقصكم أو مثلا ممكن تتبرعي هما بقى يحطوا تبرع زي ما هما عايزين موكم مية للمجموعة اللي في الدار دي كلها صدقات بتخدم طلبة اللي هما حافظت القرآن فماشاء الله تتخيالي بقى كم واحد هيتخرج وكم واحد هيبقى حافز واللي حافز ده هيحفظ غيره واللي هيحفظ غيره هيحفظ غيره وكل ده في مزان حسنايته وبرضه في مزان حسنايتك لأن انت برضو يعني ليك نصيب في الصداقات دي لأن انت بتسعي فيها فهي هي انت وقد نفس الأجل بس أنا بوريك تخيالي العظمة يعني ما شاء الله كأنك بتتصريف على طلبة علم ومشأي طلب علم دي طالب تحفظ يعني لهما بتأهل القرآن وخاصاته يعني فانت تخيالي كم طفل هتاخدي سوابه والأصفال اللي ما بتكبر هتحفظ غيرها أو هتنفع غيرها والدار على الأقل بتحفظ ان الدار هتفضل مستمرة على طول شوفي يا عماندي مثلا أضع في الإيميل لو هم بشقة ممكن تدفع مرة إيجار الشقة يعني فيه كذا منفذ أنا بديك أفكار بيوسع معيك أفكار سرقات يعني بس إيدي السرقة اللي أخوكي طالبها وفي نفس الوقت برضو فيه إشارة لكي هنا لروكيا أنا مش عارفة هل أنت عندك حد من غير زواجه أمره متعسر شوية فممكن يكون دي إشارة إنه هم يكراوا الروكيا وإن شاء الله هتلاقي ربنا يصل لهم الحال وكمان وجود المصحف في شنطاتك فأنا شافع فيه هنا صلاحة ليكي وزيادة قرب من ربنا وماشاء الله يعني وكمان شافع فيه برضو هنا زواج أنا مش عارف حديك مش ذاكرة عندك حد في سن الزواج ولا لأ بس هي دي بوشرة إن شاء الله بزواج لحد من عند حضرتك يعني وزي ما أقول لك اللي هو المفروض اللي على وش الزواج ده والأمن متعسر شوية يركي نفسه ويريتش يلتزم بصورة النور على الألم مدة أسبوع مثلا صورة النور وروكيا بإذن الله هتلاقي ربنا يسر الحال إنه فيه هنا بشرة طيبة إن شاء الله بزواج طيئ ومبارك يعني هو ده معنا الحلم الكل والله أعلم معنا الحلم من جول الهوية بتقول حلمت إن أنا وأخويا في علاقة كما بين الأزواج وحصل ليه احتلام بالفعل وغالب أحلامي بتبقى من النوع ده على اختلفها بس أول مرة يحصل فيها احتلام طيب بوسي عارفة لو كنت قلت مثلا أنا وأخويا في علاقة بين الأزواج وقفت على كده كنت هفصل لك الحلم لكن طالما حصل احتلام في الحلم خلاص يعني كده الحلم الليقولي بطل يعني مش هاخب بي يبقى الحلم ده كده يعني تبريه هو حلم ما طبقه ش رؤية يعني تبريه حلم مش هقول حلم من الشيطان بس خلاص يعني هو بطل يعني هنا مش رؤية فانما هنا عندي أنا مالهاج تفسير خلاص يبقى ده جزء بتاع اللي هو اللي احتلام أما بقى عن سؤالك اللي انت غالبا أحلامك بيبقى فيها جميع حاجة من الاتنين وانت أدرى بحالك مني يعني عن أسف اللي أقول بمن حريك مطلقة مجرد من ده احتياج يعني منك يعني انت محتاجة حاجة زي كده بإن كمان حريك خط يعني تجربة الجواز فمجرد من يعني احتياج عطيفي يعني أوكي أو احتياج بسمائني منك وممكن لو انت شايفة ان أمورك متعسرة بزيادة وان ليك أحلام كتير مش شرطي حلم ده يعني ده وان نضمن الأحلام لا أنا عايز أحلام تانية مثلا بتشوفي نفسك في أماكن مش نضيفة في أماكن مهجورة في أماكن فيها نجاسة حيوانات بتهجمك بتشوفي نفسك مثلا مربوطة طب بتخرجي شعر من بؤك بتخرجي خيط من بؤك يعني فيه أحلام تانية بتوضح لي ان حضرتك عندك تعطيل أوكي هنا سأقول لك أن هذا أيضا أحلام تعطيل وهذا يبقى أكيد علمة مسا عيشي لكن لا أستطيع أن أقول لك على طول أن هذا الجميع معناها كذا فأنت أدرب حالك مني لا أنا لا أحلام من كذا هي مجرد بس اللي أنا أرى الأحلام ده مثلا على اتقررت معي مثلا كذا مرة فهذا ما قلت أحتياج يعني عطيفة جثماني من لك يعني أو الأحواط الأحواط طالما فأنت يعني أنت الفايصل مش أنار فايصل هنا أنت الفايصل أنت أدرب حالك مني لكن لو الأحلام ده متكررة بشكل كتير قوي باستمرار باستمرار بشوف نفسك في الجميع والحاجات زي كده فالعالي دي برضو نقدر برضو مش هخوفيك وقولك أن هي إصابة بس شبه من إصابة ما نفقش عديها يعني لازم أخذ الأحواط لازم أخذ بالي وحصل نفسي علشان ما يصابش لأن لو سبت بالمنظر ده بذات أحلام الجميع المكررة المكررة أهم حاجة عندي يكون مكررة يكون إصابة نفس عشاء فأنا لا أحب أن أعطيه إصابة كده حتى عندما أفصل لحد في المنام وأقوله أن هناك إصابة لأنني أعرف تاريخ أحلامه يعني يعني يبقى معي من فترة في الجروف فأنا أعرف أن أعطي الأحلام لكن لا أعطيه لحد بقوله أنت مصاب أو أنت عندك إصابة لا بالعرس دي تبقى حاجات تأكدات كل مرة لكن أنت هناك إصابة تفصلي في الحتة دي أنت أضرب حالك تمام وعلي الأحواط نالتزم بسطر بكرة لا تلاقيش يعني دائما تخليك على وضوء أسكار صباح ومساء السلق ومبت نظام لا يوجد شيء أسمعها من نجمع الصلوات لا يوجد شيء أسمعها من أخر الصلوات خليك دائما على وضوء أسكار النوم مثلا أسكار صباح والمساء ستلاقي الأحلام دي تتقل معيك إن شاء الله يعني بتدريك والبقرة كده كده هي للأحواط لازم يبقى ليكي ورد منها على الأقل كل ثلاث يام أو أسميها هي على ثلاث يام المهم دائما تخلي نفسك محصنة علشان هنا في شبهة إصابة خلاص أتمامنا كده كده كني فصلت لك الحلم بكل تفاصيله وكل وجهات بتعطيها ربنا يا رب يحفظك يكور يعني بما يصورك والله أعلم معانا حلمي مجول الهوية بتقول حلمت إن الطليق شاككتي أتى لبيتنا اللي يعيدها العسمات وهي تلبس وسطان منزلي وخمار أقدر عدلته أمي لها لآخر حلمك طيب بس يا جميلة هنا لو فيه إمكانية لو فيه مثلا احتمال لرجوع للطليق فالعلي هنا رجوع لها رجوع للرجوع لطليقها تمام لا طليقها صعبة أو الأمور مثلا وصب بينهم لحيطة سد مش نافع فهنا الطليق يعني عودة أمري كان قديم عندها اللي هو متعلق بالارتباط يعني هنا الطليق يبقى رمز للارتباط عمتا هي بكل الأحوال أختك لها بشها بالارتباط الفستان الجميل والخمار الأقدر ده ماشاء الله الله مبارك ده ازا كمان يعني كون اللون الأقدر من أحلى الألوان اللي تيجي في مناماتها هو لون الأقدر فده معناها ارتباط بحد على صلاح بحد على خرق والمانطق كمان تعديل لها فستانها يبدأ تعديل لأمورها تصريح لحالها زوار كربة عنها وهو خمار كمان عندها فيه تمام ستر فمشاء الله الله مبارك الطليق واقف مع بنت. فسواء كان الطليق او حتى الزوج او العوض الجديد اللي هي جاي مع بنت يعني هنا في عوض جاي دنيا يعني العريز ده كمان هيكون ميسول ان هو داخل مع بنت يعني الولد داخل برزقه العريز داخل برزقه ما شاء الله وانتي بتمكي على حالك على حال حق يعني اختك اللي هي صعبت عليك ده خلاص ده على ظاهره لان انتي كنت متأثرة صعبا عليك مثلا شفاها تظلمت حسن هي ربنا عوضها عشان تفرح فهنا دي مشاعر حقيقية ظهر سمنامك يعني هنا الانتحاد البقلي بتبكي على حالها لانها عاني كتير فخلاص ده هنا على ظاهره فهنا بشكل عام لو فيه امكانية لو فيه زي ما قلنا رجوع طليقها اوكي لا ما فيش خالص واستحالة رجاء البعض يعني كانوا مثلا خلافات شديدة او المكان مزدود لا يعنينا في حاجة او الطليق هنا هو كنية عن الزوج او رمز الزوج وكونوا ظهر معي هنا انه طليقها يعني بمعنى لان زواج كان حاجة ادي تجربة ادي يعني فهي كأن التجربة بترجع لها تاني حاجة مر بيها يعني لان الطليق هنا ممكن يكون مثلا حاجة سابقة يعني وعادة تاني خلاص فاي اللي صابق وعادة تاني فكرة الارتباط ذات نفسها يعني اتجواز ذات نفسه الفكرة يعني هدو عادة مغير الجواز وبس انا كنت متجوزة قبل كده خلاص يبقى الفكرة عادت علينا تاني اتمنى تكون كده وضحتها لك وزي ما قلنا ما شاء الله الله مبارك عريس على صلاح وعلى خلق وعلى دين وليها تمام ستر من الخمر اللي لبسته وتصبيت وترتيب لامورها وفيه تغيرات وماشاء الله في حياتها الفترة الجال الافضل يعني بإذن الله والله اعلم وانتي كمان انتي كمان انتي تحلمي بحاجة كده واختك اسمها مريم يعني ده برضو بشرة لك انتي انتي ذات نفسك بقى احنا خلاص اختك بشرة نوحا انتي كمان ليك بشرة هنا بزوال الكرب وهم وليك يرزق وفرق من بعد مثلا ايه من بعد انتظار او من بعد ابتلاق مش ابتلاق بمعنى ان يحصل حاجة وحشة يعني مثلا انتي كمان صبرت على الامر او معرفش هل انتي عزباء مثلا سنك متأخر شوية او سنك شايفات كبر شوية يعني بس في هنا ابتلاق او شدة يعني مررت بيها لكن برضو مش انتو الاتنين بإذن الله والله اعلم معنى حلم مجول الهوية بيقول واحد بيقول لي شوف الست دي انده عليها والترودي بتاكل ببص عليها لقيتاك انها بتاكل عيش فواضي بدقة وكنت ببكي بقية شديد لاخر حلمك طيب بص الله مصلا سيدنا مهامل هو هنا ممكن يكون على ظاهره بمعنى حد هيلفت نظرك لحد معين تساعده حد يعني مثلا انا قاعد مع صاحبي او حاجة فابني اتكلم عن حالة معينة زي ما احنا كرام نبقى نتكلم عن حالة كذا كذا محتاجة مساعدة فهو هتتعرض عليك حاجة زي كده يعني حديق قدامك حاجة زي كده تمام وكل اللي انت ان هي بتاكل عيش بدقة والكلام ده يعني فانت هنا اشارة لك باخراق صدقة على حد يكون مكروب انا عارفة انت مكروب انت كاد في بياناتك استنى في البيانات بتاعتك بتقول ان انت عندك حسد وعين شداد قوي طالما حسد وعين شداد قوي يعني انت ممكن يكون حالك مكروب شوية لحد ما فاحنا عندنا حاجة اسمها ايه اللي هو الجزاء من جنس العمل بمعنى انا دلوقتي مكروب وحالت على قدي والدنيا مزنقة معي قوي خلاص مش مشكلة طلع يعني انفق ينفق عليك طلع ودي واحد مسكين زيك زي مده ما فكيت ازمة حد مسكين ربنا هيزق يعني كمان هفك زنقتك هي نفس الفكرة فدي حاجة دي دلالة الدلالات يعني فانت برضو انا شوف حد يكون مكروب الى حد ما ايه والتصدق على حد يكون مكروب اوي وغالية ايه هلما هي كادست تشوف حد حواليك مثلا وارمرة تكون مكروب اوي هي اولادها في واحدة حواليك في كربة ممكن تكون انت ما عندكش علمي بيها حرق ايبا من هنا في الشارع ميجرين حد قريب مثلا من معارض حتى في حد حوالينا يعني هي واحدة مكروبة فلعلي ربنا ان شاء الله يعني يجعلك سبب ويرشدك لها فانت فوق كربتها يعني بقدر ما تعملك يعني مش هنقول مثلا حاجة فوق طاقتك على قد ما قدرتك يعني وربنا ان شاء الله هيقبلها منك والبكاء الشديد اللي انت بتبكي انت جواك في الفترة دي انت مضغوط نفسيا فيه حاجة تعباك فيه حاجة ضغط عليك حاجة انت نفسيا مش احسن حاجة وكون كمان انت هنا من خشية الله على حالة ست دي يعني انت سبحان الله جواك قلب نضيف يعني فيه قلوب كده ما شاء الله لها بتبقى شاء الله هم غيرها يعني انا مثلا انا مكروبة لا بيبقى صعبان عليها الكالب بتغيري مش انا بس شاء الله همي بس لانت كمان خايف ان ربنا يسألك على الناس دي يعني تقليبا كما مع حال اهل غزة مثلا احنا كلنا مكروبين اوي لحالهم وممدئين اوي لحالهم وخايفين لنسأل عليهم واكيد سنسأل يعني بس انا على قد ما نقدر يعني اللي بيقاطع مثلا اللي بيخرج سرقة اللي بيضع يعني كل واحد على قد بيجاهد في الحتة بتاعته بس انا متأكدين ربنا يسألنا على الناس دي فاحنا فيه حتة كده خوضة انا بكلم عن ناس اللي هي السليمة الفترة يعني فيه ناس للاسف شمتانا لا فهي ده طبيعي يعني مننا فهي نفس الفكرة يعني مع اختلاف طبعا حجم الاتلاءات بس هي الفكرة ان حضرتك برضو ما شاء الله حاسس ان ربنا هيسألك على حد حواليك او حاسس ان انت مكسر في حواليك لكن هو يعني لا يكون في الله نفسا الا وسائل انت في خلال يعني على قد ما تقدر ساعد على قد ما تقدر اطلع لله لكن اكتر ما كده انت مش ويده تتملك حاجة لان في الاول اخر دي ارزائق برضي يعني ربنا كاتب لك انت انت تشوف الحال ده ربنا كاتب للعبد ده يشوف الحال ده يتعرض الاتلاء ده فهي مكادر ربنا واحنا فتن في حياة بعض يعني هما فتن عندنا وانحنا فتن لهم فربنا يا رب نسأل الله السلام يعني فحضرتك ما شاء الله سليمي فترة احسبك على صلاح احسبك على خير حضرتك عندك قوي خشية الله في امورك وفي بعداتك وخافي ربنا يسألك على امور كمان غيرك فانت اخرج السرقة لحد ما قلنا حاولك يكون مكروب ان شاء الله ربنا بسبب السرقة دي ربنا هيفك عنا الكربة جديدة ان شاء الله يعني والله اعلم معنا حلم مجوه الهواء بتقول السلام عليكم عليكم السلام عليكم رأيتي انني في الكتار سأذهب من مدينة داري البيضاء دائما احلم بالصفر لها رغم انها لست من مخططاتي وجعل الكتار مسرعا كأنها سيفوتنا لاخر حلمك طيب بص يا جميلة كون ان انت اصلا ركبتي في القطر سيدان ما شاء الله بداية تأثير لحل عندك واضح طبع ان ان انت معطلة بنسبة لباقي حلمك فيه هنا تعطيل حل فيه تعصرات غالبا انت هتكوني مثلا في اواخر التلتنات اربعين اواخر التلتنات حاجة كده يعني در انجي عمرك في الاغلب يعني والله اعلم بس فيه تعطيل عندك فيه هنا تعصر في امر الارتباط بالذات يعني والموضوع ده طول معاك شوية لكن ما شاء الله يعني انت يا خلاص ركبنا القطر الحمد والله وذهبت للدر البيضاء هنا فيه نقلة في حالك انت بتقول ان انت دائما بتحلمي بيها رغم انها مش مخططاتك وكنت عندما بدحنا بيها لان هي بتوضح ان فيه هدف معين انت عايزة يعني الهدف مش المدينة لا انت عايزة حاجة معينة في حياتك حاجة بتبحث عنها في حياتك هو ده هدف انت عايزة توصلي له علشان كده تحلمي بيها والدر البيضاء المغرب صح عن معنميتك يعني تقريبا فده برضو من الانتقال لأفضل حياتك بعد وغروب مشاكل عنك زوال مشاكل زوال تعطلات تسير امور تزليل عقبات لك يعني المعنى كله محمود ما شاء الله انت القطر كان هيفوتك فانت في ظنك كده واضح كده انت في اواخر التلسيلات فانت في ظنك مثلا القطر فاتك احنا عندنا في مصر مثلا ده قطر الجواز فاتها يعني طبعا ده جملة سخيفة يعني مناش ضعب الجملة بس انا عشان اوصلك المعنى الدارج يعني فهي كأنها بتشرح حاله انت كنت خايفة كده خايفة العمري يجري بيكي خايفة ما تلحقيش مثلا او فرص ارتباطك تقل الموضوع يعني يوسع منك وتقبأ يعني اكبر بقى والفرص تقل والقطر يفوتني وكلام ده كله فده اكل سبك من الكلام ده لان انت في الاخر اللي يجي هنا بشرع ربنا بها يصلك حارق وفعلا ان شاء الله هيرزوك اللي انت عايزها متلاقيش اللي انت خلاص ركبتي وقعدتي ومعاك اتنين نسائي معاك دنيا ورقم اتنين والارقام اللي في المنام و المنامي اللي هي 300 و 200 و المنامي والحاجات دي لا اول حاجة ال 14 م شاء الله هذا الملقى الانت عادت عليه في الفترة الجاية تتغيرات تماما سوف تبدل تماماً هو مسألة التوقيت و الاتنين الستات التي كانوا في المنام هنا أولاً دنيا مقبول عليك كما لكم اثنين ده نصرة و غلبة لأنه واضح من حلمك أن هناك مظلمة و كانت عليك واضح أنك تعرضت الإخسارة إما خسارة مادية أو خسارة الشخص في حياتك و وقعت مظلمة منه عليك لكن أبشري لك نصرة و غلبة و قضاء أمر و زواء الهم و لك يشرب أرزاب بس بعد تعصر و أنت فاتت التعصر لأننا اتفقنا لأنك متأخرة قليلاً في أمورك و هناك أيضاً ظلم و أنت تعرضت له و هناك خسارة لك سواء أفراد أو خسارة مادية فأنا نحن فاتت التعصر وعليه؟ أنت تميت بقى درهم والكلام ده كله والماء هذه كلها أرزاق جاءت لك بعد التعصر بعد الشدة التي تعرضت لها و لك يقضاء أمره و زواء الهم و إن شاء الله ربنا حالك اللي أنت عايزاه فالحلم بعد كده مباشر كأن مثلاً ده جبر أو عوض من بعد شدة عوض من بعد صبر عوض من بعد مظلمة فأبشري حلمك ما شاء الله جميل ربنا يا رب يكتور عليك بمسورك إن شاء الله و ورزقك بالزوج الصالح بإذن الله يا جميلة والله أعلم معانا حلمة مجبوب الهواء بتقول عزباء حلمت إن أمان زملتي يوم فرح أختها أمنية طلعت بيت ذا مكتوب عليها بالأحمر لون الدم و قالت اسمك يعني أوكي و مربوط بحصان صغير مقتول لآخر حلمك كده فيه تعطيل و انت فعلا بتقولي فيه تاطيل بصيح يا جميلة لا مصرر سيدة محمد أمنية و بصيح من الأمان يعني لحظة الأسماء اللي معاك في منها أمنية وأمانية معنى كده اندوك كلها أمنيات عندك انت في هنا حاجة انت بسعيلها أمنية نفسك فيها حاجة بتتمنى انها تحصل لكن متع سيرة عندك جدا البتزا هنا رمز الرزق و مكتوب عليها بالأحمر ولون الدم واسمك و الحصان المربوط بالكلام ده كله هنا في معنى كده ان فيه مشكلة فيه أمر فيه مشكلة عندك في رزقك فيه مظلمة وقع عليك هنا انت مظلومة بغض نظر ايه سبب التعطيل يعني انا ما داشل ايه سبب التعطيل هنا انا مش رواقية لكن واضح ان فيها صبرة روحية و دي في حد ذاتها مظلمة فانت هنا متعرضة مظلمة وقع عليك باسمك المكتوب بالدم ده و الحصان المقتول جنبك هو مفروض الحصان في المنامات بيبقى خير الحصان خير يعني فكرنا هو مقتول دي ده للا وحشة بمعنى ايه؟ يعني ده يأكد اصلا ويزيد اصلا ان فعلا فيه حاجة مش مظبوطة في حياتك بمعنى التعصرات اللي عندك بمعنى المشاكل اللي عندك بمعنى الاصابة الروحية اللي عندك تمام؟ وكمان برضو ديها علامة تانية فيه ممكن خلافات في حياتك مشاكل في حياتك فيه ايه مثلا يعني فيه احباط عام كده في حياتك وانت اصفى يعني فشلت في حاجات كثيرة في حياتك يعني مش قادر تتحقي نجاحات لو انا عبص في المعنى العام في حياتك فانا لقى فيه احباط فيه فشل في تحييق امنيات فيه عند الخسارة سواء بها اخسارة مع افراد او خسارة مادية او خسارة حتى معنوية يعني بشكل عام انت ظروفك صعبة حياتك مش متيسرة حياتك كلها متعصرة وبالرغم ممكن انت بتعامل معاها معاملة غلط ليه لان انت ده الحصان المي ده انت عادت تنفترع يعني مثلا بدل ما اشوف انا عندي حصان مقتول والحصان ده انا مفروض اتخلص منه مثلا انا اصلح الامر يعني لاني احضار مي فترع لاني كمان الترع مكان مش كويس يعني كان انا عندي مشكلة بس هتعمل معاها الطريقة غلط انت كمان مش متعاملة معاها يعني انت اسأتي التصرف في حياتك انت عندك ما عندكش حسن تدبير كده في تصريف امورك لان انت عايز المي فترع يعني المكان اصلا غلط المكان اللي انت عايز تتخلص من المشاكل ده حتتخلصها الطريقة غلط لاني مفروض الترع أصلا مكان مكان نجاسة تبقى مياه خضره وليس نضيف مياه فيها بكترية ومياه مش كويسه فانت كنت تعالجي المشكله بمشكله بتعالجي الكرب بكرب انت عندك سوء تصريف هنا في حياتك مش عارفة تزبطي امورك قوي والدليل بعد كده انت في الاخر بتقولي ايه الجردل اللي كان كله دم انت مش عارفة تخسره وليس نخسره هو كان كله دم او لو كانش نضيف استنى تأكد فين الجردل او كان فيه دم طيب ما هديه حاجه هنا عايزة تتنظف فيه هنا حاجه لازم يعني طبيعي انه تغسل انت بتقولي لا انا وقفة مش عارفة اخسر او ام اخسرش ما هو ده بقوله بقى من الاول اللي انت عندك سوء تصريف حاجه عندك مش نضيفة طبيعي انا اخسل اللي انا ازلها اللي انا اعنظفها صح؟ حتى لو كان هاياخدوه انت بتقولي لو اللي نضيف هيتاخد لا اما ده غلط مهما ينفعش حاجه اسمها كده بس طبيعي انا اكون الحاجه حالي اكون نضيفة حيطة بقى ياخدوها ياخدوها ليه ما انت بقى مش مؤمنة مش محاصلة نفسك مش مزبطة نفسك فهنا فيه لغبطة في حياتك وانت مش عارفة تديلي حياتك مش عارفة تصرفيها كويس حيطة نعومها كله اشتراف انت شايفة انه كل مثلا ربنا يعني الناس اللي حواليك امورهم ماشى الا انتي امورهم سالكة الا انتي اللي اتجاوزت اللي خليفت اللي اشتغلت لكن انا حياتي وقفة فهو ده ظنك بنفسك وطبعا محتاجة ركيا ضروري انت مش بتركي وعشان كده بقولك انت برضو بتتعاملي مع امورك بحاجات غلط انت مش بتعالج المشكلة اللي هو باللاشئ يعني انت عندك مشكلة بس مش بتعالج معها وحتى اليوم هتفكري هتفكري بشكل غلط ما عرش وانت بتعالج امورك ازاي ولا انت سعيب امور كده وخلاص سعيبها مثلا نقول اي زي ما تيجي تيجي جت جت مجتش خلاص ممكن انت مشيب بمبدأ ده فانت محتاجة ركيا انت كمان مش بتركو ده غلط محتاجة ركيا ممكن انت كمان مهملة في صحيتك يعني في عندك مشاكل في منطقة البطن ايه كولون بقى ايه رحم الاخبرة هرمونية بروت مش منتظمة في حاجة قلق في بطنك ده ممكن انت مهملة في صحيتك لا تأخذ بالك من صحيتك فأنت لا مهتمية بصحة ولا مهتمية بروكيا ولا مهتمية أنك حتى تزيل مجهود لكي تزيل التعطيل الذي لديك فأمورك كلها غلط فأخذ بالك أنت هنا حلم تنبيه حلم واقفة حلم تثبت على حياتك هناك شيء غلط وطبعا لديك شرب ورد استغفار ورد استغفار كثير محتاجة طوبة عن زنوبة لا شرط أن تفعل شيء جمد ولكننا كلنا خطائين لا يوجد شخص من زنوبة ولكن هناك إشارة في أمور محتاجة طوبة عنها أنت أضرب حالك مع ربنا مني في العموم فأنت محتاجة نقطة ومن أول السطر تبدأ بداية جديدة مع ركيا مع حال مع الله مع طوبة مع استغفار محتاجة نقلة تماما في حياتك فمن راحة كده وصلي ودعي ودعي ربنا يرشدك ربنا يرشدك ربنا يرشدك ربنا يرشدك لا يوجد تخبط في حياتك وانت لا تعرف أن تنظمي ولا تعرف أن تتصرف فيها فمن ربنا يرشدك ربنا يرشدك ويجعلك مخرج وفرج ويصلك حرج وطبعا ضرورة نلتزم بروكيا وورد استغفار وصداكات وان شاء الله خير يا جميلة وأتمنى الحلم جاي تكون أحسن من هذا وان شاء الله نسمع عنك كل خير والله أعلم حلم وجول الهوية يقول خالتي يسرى حلمت أن انا وماما نستحمى في البحر وبعدين نسمى رابطنا البحر ودنيا غيمت فخالته قالت ايه دا منال وصمر جوه لأخر حلم حسنا يا جميلة هو الحلم هنا عيد جزء منه على خالتك نفسها وجزء عليكم فسواء خالتك او سواء انتم واضح ان كان فيه تعصر وكرب ومشكلة دخل عليكم لكن ربنا نجاكم منها يعني سواء الخالة او سواء انتم وامتك ابشرة انتم الاثنين كده بنجاة من كرب وزوال هم وصراح حال ويسر من بعض عصر يعني عارفة كده ما يبقى واحد مثلا بعض الشر ربنا هينزل كان هينزل عليه مثلا التلاقة وهينزع له مصيبة بس في اخر لحظة موضلة ترفع ليه بقى الله اعلم صدقة ايه دعوة تذبيحة كده في الخفاء في حاجة رفعت الازد عنكم فيه تأسير حال فيه زوال كرب فيه زوال هم فيه نجاة من كرب فيه نجاة من مشكلة وموسيبكة ستحصل فماشاء الله يعني دعوة نخرج سرقة على نحمد ربنا بس انه هو رفع عننا امر كان هينزل فهنا دعوة نجاة لكم من كرب من شاء الله سواء انتم او خالدكم وبرد نخرج سرقة من باب الحمد نحمد ربنا الحمد انه هو من غير ما نعرف ربنا رفع عننا كرب كان هينزل ربنا رب يبعد عنكم من الكربية ويحافظكم دائمان يا رب الله مامين والله اعلم معنا حلم مجهول الهوية بتقول رأيت دخل شخص بالسرع على ارض اليهود وهم نايمين واندفن في ارضهم بس هو بالاصل كان نايم صحي ووجدوه وشوفت والديتي متوفية في ايدها الغافين من الخبز الاخر حلمي طيب بوس يا جميلة الشخص اللي دخل ده اللي كما يقول في منام ده امر عيد عليك انت كون اللي انت دخلت في ارض اليهود معكد ان انت تعرضت لحسد او هو غالبا حسد ان اليهود بكل رمز الحسد في مهم انت بتقول ان انت عندك اصاب السحر وحسد وعين لا انا هنا مش شايف سحر قد ما شايفها حسد في الاكتر فانت اذا انت دخلت ارضهم يعني انت كأنك ايه واضح ان الوسط المحيط حواليك مش كويس الوسط اللي حواليك ناس حسدة ناس حقدة ناس مش كويسة وانت يعني كأنك عارفة احنا بقول ايه مثلا هيا انت دخلت في الوسط فانت تعرضت الحسد وانت كنت قد اعظمت ايه في الاصل هو كنائي مع ان انت كنت في غفلة كنت في غفلة حتى انت تعرضت الاصابة يعني انت ما كانش فيه تحصين ممكن ما كانش فيه روكيا في الاول ممكن مثلا كان فيه تقصير فيها بعد انا معرفش باتك عاملة ايه مثلا منتظم مش منتظمة هتلاقي كان فيه عند خلال ياما في تحصين في اسكار صباح ومساء في روكيا حاجة حصلت عندك فهو ده اللي وقعك في الاسد اللي دخلك في العالم ده اللي هو عالم الاصابة الروحية عم بتم لشان كده ارض اليهود اللي هو الحسد والعين بس نتولي في الاخر ايه كنام وصحي يعني انت هتصحي في الاخر كأن كنت في غفلة وهتفوقي هتعرفي بقى او لا فيه مشكلة عندي لا فيه تعطيل تباني خبالي تباني لازماركي هتعرفي ان فيه حاجة مش مزبوطة في حياتك سيقضي الصحر اللي جاتلك جزر ديلك المتوفية يا ربنا نحمها ده احيال لامرك انت كان متعسر وبشها ليكي في فرج وزوال كرب وهم والرغيف ولاشكة ماسكا في ايدها ليكي والاخوكي فده ارزاق ليكي انت ده رزق طيب ان شاء الله هيجيلك يعني ورقم اربعة اللي هو وضع نريل انشرتها ده برضو زوال كرب وزوال هم واطمئنان ليكي وراحة من بعد خوف تمام ليكي هنا يعني في مثلا امني من خوف يعني ورز ان شاء الله الشورتي بقى اللي هو ومصمم يدخل ويددور وعايز يشوف البير بالكلام ده كله الشورتي هنا ده رمز للركيا بتاعتك يعني هنا حاجة مشروطة لانت لازم بالركيا هتتخلص من الوضع ده والبير اللي انت عايزة يشوف ايه جوه البير زي ما بتقولي هنا برضو بير ده رمز الاصابة فمعنا كده يعني طبيعي ده رد الفعل بتاع الاصابة او العورز يعني انا مثلا بركي فالامر مش هيبقى هاي لكن انت الشورتي ومصمم يدخل جوه يشوف ايه اللي موضوع فهي ده ركيتك كأنك بتزحمي بركيتك بتجهدي بتحاربي بالرؤية بتاعتك يعني انا دخلة بقلبي جمد ومعنا الركيا بتاعتي هاي ده بقى اللي هتجيب الخلاصة واللي هتجيب الموضوع من اوله وهتجيب لك اللي جوه البير واللي حصل والكلام ده كله تمام؟ هو ده رمز الشورتي اللي داخل دخلها جمده كده يعني فمعنا كده ان في انتفاعم الركيا طالما داخل الدخل الجامدة دي وعيه ومصمم اوكي ولأ بس والمسؤولي اليهودي اللي هو هنا رمز الاصابة عندك او العارض لا واقف للشورتي ند بند فده الرد فيه طبيعي الركيتك والعارض اللي هو الازل اللي هو الاجن اللي هي الاصابة اللي عندك يعني فده قصد دي بس من اللي غالب هنا العارض ولا ركيتك لا الركيا بتاعتك لإن الشورتي هو اللي صمم وبص فترى ما انا هبصت عشان اجيب اللي في بيل يعني انا هجيب الاصابة من جدرها هعرف ان شاء الله اخلصك منها معاك انت ركويتك اقوى وكمان بوجود ممتك والارقام الموجودة برضو انت اللي هنا في موقف قوة في موقف نصرة يعني برضو انت ركويتك اقوى فدي حاجة جميلة فحنا نستمر عليها تمام بعد كده جزء الثاني بقى اللي هو كان البرغل اللي تكليل انت واخوكي كان طعم وحش ومستساغ وانت رميتي وهو رماع وكلام ده كله دي كانت فرصة عندك بس يعني محضرش فيها نصيب ممكن مثلا كان فرصة ارتباطه ما اكتملتش كان الرزق ومسلا وما اكتملتش وبرضو نفس الامر على اخوكي يعني كانت اقوى ارزائي في حاجة معنا لكن ربنا ما راشي ليها نهتك تمام لكن الحلو بقى في الموضوع ايه ان ليك بشرة بالعوض يعني احن ديك بشرة هنا بشفاء وعوض تمام واستاني بتقولي باي باسم يخلي تمام والمفتاح اللي هو مفروض يبقى معاكوا في البيت والمخلصة بالكهرباء الكلام ده كله ده بقى بشرة ليكم ما شاء الله بفتح ونصر وغلبة وإيجاب الدعاء وهيتفتح لكم ابوه برزق والمخلصة بالكهرباء دي ده زوال كرب وهم معانك بسرعة يعني بشكل اسرع ما كنت تخيالي وفي هنا توبة ليك من نزم بوصلاح حال فكأن امورك تبدلت تمام وما ده معناه انت فعل من روكي اللي انت شغال فيها وكمان ليك اشارة هنا في الحلم بتاعك انت مش عارف انت بتركب ايه بذات بس ياريت الفترة دي بجانب روكي بتاعتك تقرأي سورة الحديد التزمي بيها هيكون لها هنا برضو اثر طيب وانتفاع اكتر في روكيتك ان شاء الله على القلب مدت اسبوع المتواصل يعني خدي الحديد جنب روكي بتاعتك خلص الاسبوع خلاص وقف وارجع روكي اللي عادي لكن انت محتاج الفضل لي سورة الحديد هيكون لها اثر طيب في روكي ان شاء الله يعني والله اعلم وطبع ما ننساش الصداقات عشان ربنا يصل لنا الحال وان شاء الله تمش فيك على خير يا جميلة معنا حلم القطرة ندا حتى لو ما قلت اسمي خلاص مفتاج اقول لك الحلم بتاعك بص يا جميلة بص يا قطرة الندا اول من واضح اللي انت في هنا حسد يعني من واحدة في حياتك هي ستة كبيرة في السن تمام وبصلك بص وحشة قوي في حياتك يعني عارف انت كدر ستة القرشة ملحة هي كدر هي يعني مش طيقات لله في لا في بصالك كدر مش راضي عليك في حاجة ما انت بقى انت اضرب حيالك مني ما انت بقى ايه موقعها في حياتك انت اكيد عارفها وحس بيها بس هي يعني اه يعني في كدر عداوة في عداوة بينك وبينها حتى لو انت نيتيك خلقة ما عمش نيتيك لها ايه لكن هي هي اللي عداوة جاية من نتها اكتر يعني من ناحيتها اكتر فهي بصالك بصيح شاوية هي مش راضي عليك موجدكم مثلا اه ام 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 مركزة اعافي رزقك في حتة معينة وده عاملك انت تعطي لان ده كده اعتبر حسد واقع على رزقك وبالفعل بسبب الحسد ده فيه فعلا فرصة رحت عليك في شيء يعني حاجة كنت انت تسعليها حاجة كنت تتمنيها ما حصلتش وده بسبب العين الجام ده دي تمام لكن بالرغم ان فيه الامر اللي انت تسعلي ده متعسر بزيادة عندك الا ان شاء الله ابشري ليكي فرج ومخرج بس مش دلوقتي خلال تلات شهور تقريبا الفرج يعني لو فيه حاجة انت منتظرها متعسرة بزيادة وشايفيها عمالة دي معاك في حتة معينة مش عارفة تتزبطيها لا ابشري ليكي فرج بس ده ما قلنا في خلال تلات شهور في الاغلب يعني والله اعلم طبعا ام وزا ما قلنا طب ام شافت بترك ولا لأ انت بتركي استاني كده اذكار الصباح والمساء لا يوجد اذكار الصباح والمساء حافظها طبعا هذا شيء جيد من باب التحصين ولكن انا اقل عليها حسد انا اساسا ان احسدت اذكار الصباح والمساء تحصين اذا حافظت اذا حماية كانت مثلا ايه من ينفع ان لا يأكل واشرف في اليوم بتاعه لا فهي اذكار الصباح والمساء هي دي الاكل وشرب بتاعك لكن انا دلاتي انا عييت طبعا اخد دواء اخد مضاد دحاوي ففين بقى روكيتك لان انت خلاصت صبت بالحسد هنا فيه اصوابة حسد تل واضحة فا احنا عايز من نحصل نفسنا يعني مثلا يا ريت تلتزم بروكيا او صوت البقرة مع اسكار الصباح والمساء هتفرق معاك وهتجسل كده كده احنا معنا بوشو بالفرج كده كده الخير جاي ان شاء الله الامور هتجسل بازني لك كم شهر لكن انا خلاص الصبت فانا تصبت فانا هعالج نفسي بالبقرة وبروكية الشرعية وفي نفس الوقت احافظ بقى على الاسكار زي ما انت محافظة كده لكي امني انا بقى طول حياتي لان انا طالما فيه واحدة قريبة مني واحدة في حياتي حاسدة انا ها اقمن مكرهها ازاي واحدة اصلا حقودة واحدة نفسها تعبانة واحدة مش حابة تخلي غيرها طب انت هتقمني مكرهها ازاي بها كل ما اشوفك هتحسدك فانت لازم كل ما تشوفيها تكوني محصنة نفسك ماجيش غير كده ماجيش غير كده فانت لازم يكون محصنة نفسك طول الخط مينفعش تتاوني او تتكسلي ان كل يجعل دماغي في الاخر فانت خلي بالك فاننا هنا محتاجين روكيا وطبعا هنحافظ على اسكار الصباح والمساء واستغفار كتير وصرقات وان شاء الله ربنا هيصلك الحال وفرجوا قريب يا جميلة والله اعلى متسلام يا رب شكرا لزوئك ودعائك معان حلم بيقول صدقتي متزوجة حلمت ان زوجها يفعل فعل قاملوت مع اخيها وقامت من دايهال هل داحية من الشيطان لا بالعصد ده مش حلم الشيطان ده حلم حلو جدا هنا بيوضح ان فيه منفع او رزة او شراقة بين اخوها وزوجها يعني الاثنين فيه منفع وشاركة بينهم مستفدين ببعض في حاجة هنا لا هنا هنا منفع يعني فيه هنا فيصل معنا لو هم اصلا في الواقع علاقاتهم وبعض كويسة يعني مثلا اخيها جوزي حلوما بعد خلص زيزة مرتلك فيه منفع متبادلة ما بينهم او مثلا داخلين في شراقة لا هي العلاقة مثلا وحشة اصلا بين الاثنين وفيه مشاكل فخلاص يعني معنا كده فيه فرقة فيه خصومة بينهم يعني بيختلف الوضع برضه حالهم هما الاثنين ايه هل هما الاثنين اصلا بيصلوا ولي هما الاثنين بيعاد عن ربنا فده برضه هما اتنين ملتزمين يعني على صلاح بيصلوا خلاص برضه معنا لسه ماشيين في المنفع والرزق او الخير اللي بينهم او العلاقة اللي بينهم لا هما مقصرين في الصلاة بعاد عن ربنا خلاص ده انذار بيطوبة ليهم يعني اللي هما اتنين يوتيوبوا يرجاعوا ربنا فهو على حسب الدلالات لكن بشكل عام لو هنفترض ان الاثنين على صلاح والاثنين على خير يعني والاثنين على علاقتهم بعض كويسة ما تلاقيش ده هنا بالعكس ده فيه مصلحة بينهم او مشروع سيخشوه سوا او شراكة او ممكن علامة مصاهرة اصلا يعني اللي هو يعني عارف مثلا ايه انا منتفع بيك انما اجوز اختك يعني ممكن يكون حلم ده انما اجوزها الجديد ولا مثلا فترة فممكن هي ده برضه ان فيه نسب او او مشاركة حصلت يعني فعلى حسب ان انت مش موضحة العراق بينهم ايه ولا كاتب حتى اسمهم ولا اي حاجة عشان كده بقول التازموا بالنموذج كامل يا ريت تجاوب على النموذج يعني اللي كده كده انا ما بقولش اسمائكم يعني فيه مجهول الهوية فعلا مش فهمت بتخافوا ليه يعني فهي على حسب الحالة تزبطها يعني تمام بس هو ده التفسير والله اعلم معنى حلم مجهول الهوية بتقول حلمت ان اختي بيتنا واختي متزوجة كان معها طفل او طفلة في الحلم مش متذكرة قوي وكان موجود شخص اسمه علي لاخر حلمك طيب انت بتقول اللي انت بتعاني من سحر هو الحلم مفوض سحر او حلم انت عندك حسد او عين حسد او عين هو ده اللي الحلم بيقوله من السحر خالص مفيش هنا اثار السحر حسب الرمز اللي موجود عندي في المنام بيقول حسد و عين مفيش هنا ان شاء الله اصحار فهو ده المقصد بس اللي انت عندك حسد معين لكن ابشار ان شاء الله لي كبشرة هنا بتتخلص منه والقضاء عليه وربنا يعني فيه زوال ازع عنك هنا وزوال كرب وزوال هم وفيه بدايات شرفية ما شاء الله والفترة الجاية فيه تغيير في حياتك ما شاء الله فيه فرحة داخل عليك وفيه كمان منفعة بينك وبين اختك يعني مثلا هي بتساعدك بحاجة ممكن تكون مادية ممكن تكون معنويا حتى ان هي لقفها بجنبك بتشجعك بتصبرك على حياتك المهم فيه مساندة منها في حاجة معينة يعني انتو الاثنين كده مع بعض يعني ايه في حدود ما بتقدروا بتساعدوا بعض فيه مساندة معينة لكن انت ما شاء الله فيه خبر حلو مقبل عليك فيه فرحة فيه تغيير ما شاء الله فيه صراحة فيه علو الشأن ليك فيه زوال كرب فيه هنا انت مش عايفة ان تبترك ولا لا بس فيه انتفاعة من حاجة هنا فيه انتفاعة ليكي يعني من حاجة مثلا مرتزمة بحاجة معينة هي ديكت من فضلها ان ربنا هزيل عنك الحسد ده انت بتقولي انسا واختك هيا المتزاوجة انت فكرتك انتي المتزاوجة تمام فيه بقى المنفعل هجيلك من اختك ممكن مثلا نكون عريس مثلا بس العريس ايه يعني محتاج ايه تعديل في صفة معينة يعني مثلا انا جابالك عريس اوكي هو حلو بس يعني فيه كده كم كومنت عليه لا محتاج كم صفة كرة تتزبط فانتي هتزبطيهم هتعرفي بتتعاملي مع مع صفات دي وان شاء الله هتقبالي بيعينة بقى فيه فرحة يعني في الاخر لان هو ده انتي اخدت منها حزايا صح طب الحزايا ده عريس فانتي اخدت منها الحزايا هو وكما كانتش مزبوط انتي عملت تخسلي فيه يعني فانتي زبطت حيلك يعني لكن في الاخر اللون الاصفر اللون الاصفر فيها ده حاجة حلوة فالعلو ده هم هيكون فيه عريسين خليباليك فيه عريسين جايلك وده معناه بيوضح لي اكده ان فيه انتفاع من ما شاء الله من انتي بتعملي سواء روكيا او صلاة او ضعاء او صدقة او ورد معين فمن بعد الحسد والعين ده وان شاء الله ربنا يعني فيه بشرة هنا بزوالهم فيه عريسين هتقدموا لك هل بقى عريس مين فيهم اللي هيتامل عريس من ناحية ماما ولا العريس اللي من ناحية اختك يعني هم عريسين من طرف حد في العيل عمتا حد مش مزبوط قوي بس انتي برضا هتهتمي تغير منه او عندك استعداد انك تغير جارب في الصفة دي او انك تتقبل الصفة دي وفيه عريس تاني بس كافة مين اللي هترجح مش واضح في الحلم يعني حلمك واقف لحد المعلومة دي ما نعرفش بقى انهي فيهن فانت اي ان كان اللي هيتامل وربناك تضالك يا خير ان شاء الله يا جميلة والله اعلم معنا حلم الماندو موسى ماندو موسى تمام مش هنقول حلم طالما احنا قلنا الاسم خلاص بص الحلم بتاعك فيه كذا دلالة واضح كده انا هبدو معاك يعني بالعكس يعني من تحت الفوق لان واضح انه كان فيه الامور كان الدنيا متلقبات معاك خالص كان فيه تعصرات امورك كان كلها متشقلبة حلك كله على بعض وكده يعني زي ما قول مثلا ما يصورش حد امورك كلها كان يعني حلك مقلوب حلك مش متزبط واضح كمان كان فيه هنا معاصي معينة مثلا يعني كان فيه نظر للمحرمات يعني بدون خوض في تفاصيل يعني بس كان فيه زنوب معينة حدلك بتقوم بيها وكان فيه كمان حاجة يعني يعني ايه بتجملك باب المعصية هل حد بيعينك نفسك مثلا ممكن زوجتك كتعل علم بحاجة زي كده مش عارب بس كان فيه حد معين ليك على المعصية ما كانش دي حاجة حلوة ممكن يكون مثلا شيطانك وقتها كان غالبك بما ان انت كنت مثلا كان فيه سحرة او فيه اذا فممكن انت كنت تحت تأسير الاصابة روحية انا مش راقية عشان اقدر اتكلم في الحتة دي بس عمتا كان فيه حاجة معينة لك على المعصية وكان بتجملك طريق المعصية عارف اللي انت عمال بيزين وبيحليلك طريق زنوب في عينيك هو بزبط كده هل ده بقى شخص هل دي نفسك ما عربش بس كان طريق المعصية عمال بيحلو كده في نظرك عمال بيوصر في نظرك يعني قصاد انت استمرت شوائي في المعصية دي قصاد الفترة انت استمرت فيها في معصيتك خسرت فرص خسرت ارزاق خسرت حالك مع ربنا يعني كان فيه خسارة بس انت برضه كنت مكمل يعني الموضوع جاي على هواك يعني نعمل الله لان ان شاء الله ربنا تابعنا يعني في الاخر انت هتفوق لحاجزة كده يعني انت هتبطل حاجزة كده لا خلاص يعني كان مثلا هتجيلك فوقه يعني انا احيانا بيجيب على ربنا اوي مزني بقوي عمل زنوب كتير اثر في حق نفسه كتير اثر في حق ربنا في المقام الاول كتير ونقول ايه مثلا اصرفت على نفسك في المعاصي يعني لكن الحمد لله يعني وغض النظر بقى دائما تجاهد نفسك عشان لو تكون نفسك هي النفس الأمارة بالسوق او مثلا لو في صحبة مش كويسة في حياتك قبل عن صحبة دي علشان تجاهد دائما جنبك صحبة صالحة هينك صحبة صالحة جاهدك فالمهم في الموضوع ان حالك تبدل الحمد لله يعني المعاصية لتزيين طريق المعاصية للكرب لحالك المقلوب للتعصرات المشاكل اللي بينك وبن زوجتك اللي كان واضح ان الامور بينك وبن زوجتك مش حلوة خالص برضو كان فيه مشاكل وكان فيه توطرات الامور دي كله الجميل ان الحالك تبدل معك تماما الامور فده هنا فيه تغيير تماما في حياتك نقلة تانية في حياتك فيه ساعة ترزق فيه صلاح حال فيه زوال كرب فيه صلاح امور فدني خالفت معك تماما فده حاجة حلوة ده معنى لحنا متفعين من الروكيا حالك بتونك بتركي فمعنى كده ان الروكيا جابت نتيجة الحال تبدل تماما من تحت الفوق فانا استمر على الروكيا دي اللي ماشاء الله واضح ان عجابة مفهول وطبع نوسم الاستغفار وصراكاته وتاج الزكر وان شاء الله رب انه يصلك الحلو يديم عليك نعمة نعمة الطاعة نعمة القرب نعمة الحفظ يبدع عنك اي طريق حرام ويبدع عنك الشطان اللي بيجملك طريق الحرام وربين يا رب يحفظك انت وزورتك والله اعلم الحلم بيقول رأيتي انني ذهبت انا واختي وهم اقول الهوية رأيتي انني ذهبت انا واختي سيريني الى محل الاحزان وقالت لي احمل 100 شكل سادفع عنك لانك دفعت عني بالمرضة السابقة لاخر حلمك واضح ان انت واختك سيرين سرقهم مع بعض ستر وغطى مع بعض هي بتسندك في حاجة هي بتشيل عنك في حاجة هي بتدار عليك في حاجة يعني عارفين كده محلقين على بعض فانت ساعدتها في مرحلة معينا او في موقف معين وهييجي وقت انت برضه هتكون مزنوقة ومكروبة في حاجة معينا وهيجي تردلك الجميل ده طبعا ما فيش جميل بين الاخوات بس المعنى يعني زي من انت ساعدتها في موقف هي كماها تردلك زي من انت وقفت معاها هي تقف معاك في الامر ده حاجة تانية فيه برضو اما انت حالك بينك وبيزوبك فيه تعصرات شوية الامور مش احسن يعني يعني فيه مشاكل فيه اختلاف كده بينك وبينجوزك ممكن التفكير حتى اختلاف التفكير اختلاف في وجهة النظر اختلاف بتأسير او طبيعة تأسيركم للامور يعني في الدنيا فيه اختلاف فيه حاجة كده مش مزبوطة وحيانا كمان برضو تغير الامورك مع زوجك الرزي بتاعك برضو مش متيسر اوي احيانا بيبقى فيه مشاكل فيه بعض الصعوبات احيانا بتصاب بضيك فيه شوية مادي فديه برضو مشاكل اللي عندك الحاجة تالتة كمان واضح ان انت هنا قطعة صلاة يعني فيه هنا صلاة عندك مكتوعة فديه ثلاث حاجات بيمسوك في الحلم العلاقة بتاعجوزك وعلاقة في الفريزك وقاطع الصلاة تمام اه وانش تاني فيه حدي هنا يوجه لك النصيحة بس المساعدة اوكي هي مساعدة لكن مش محلها يعني برضو مش مزبوطة فيه حاجة غلط حاجة فيها نفاق شوية لأنه لا يوجد مصلحتك بشكل كبير لأنك صعبة على نفسك ممكن أن تتعامل في حياتك بطريقة أسهل لكنك صعبة على نفسك كما تتعامل في حياتك لا، أنت غوية عن قصد لكن أنت غوية تختار الأصعب لأنك صدق الورد لا، سأخذ الوردة في الصبار لأنك لديك الوردة جاهزة لماذا يجب أن تتعرض الشوق وقاذة لأخذ الورد؟ لماذا يجب أن تتعابي؟ لماذا يجب أن تتعاملي مشاكل لتأخذ ما تريده؟ مع أنه يمكن أن تأخذها بطريقة أسهل فأنت مصعبة على نفسك دعوك حاول أن تهوني على نفسك ممكن أن تكون غفل عن هذا الأمر ممكن أن تكون شافة عكس وأن تقول لي مثلا، لا، أنا الظروف صعبة الظروف صعبة لم تختلفنا لكن أنت أيضا تكون ممكن تبقى في غنة عن هذه الأمور ممكن أن تسهل على نفسك كثير لكن أنت التي تختار الطريقة الأسعب فأحاول أن تتعيد ترتيب أولوياتك ترتيب أفكارك ثم تضبطي أمورك هذه هي أيضا أصلاتك ثم تضبطي ثم تضبطي ثم تضبطي لأنك أن تضبطي ثم تضبط و أنت قطع سلق لا ينفع كيف يعمل رب السلاح لحالي ممكن أن أرد على نفسك هذا هو حتى فأنا لم تتعيد تخطي فأفكارك تزبطي لحالك بما أن تضبطي ثم لحالك فيما أن أصلتك تحاول أن تختار طريقة بشكل جيد وتحاول عقلي وحاول أن تقنطي أولوياتك حوالة وأن تضبطي أمورك جيد لان انت بتختار الاصعب دايما بتختار الطريق الاصعب بتختار غلط اختار غلط فربنا رب دايما يصل لك كل عسير ويسهلك امورك بشكل عام والله اعلم معنى حلم الاستاذ احمد مجدي مش محتاجين اقول حلم ترمعونا الاسم تمام بص يا استاذ احمد واضح هنا انت السلسلتين اللي انت عايشت تشريهم دول غالبا هم هيكونوا زوجتين يعني زوجة و زوجة زوجة عندك و زوجة انت ناوي سوري تشتريها سوري ناوي مثلا ترتبط بها اوكي بس خلي بالك واحدة من الجوزات دي فيها مشاكل هتجيبلك من وراها مشاكل هل هي بقى زوجة الاولى هل هي زوجة الجديدة بس غالبا يعني استشفت انا صراحة مش عارف احد من فيهم بس هي في موضوع منهم جايب مشاكل وانت يعني السوري يعني في الكلمة عايش تستنصح اللي هو تخرج بالموضوع كده ايه من غير ما تغرم من غير ما تتعور زي ما يقول بالمصري لا طبعا لا طبعا يعني انت مثلا دي عايشت بخصة حقها او مثلا التاني عايشت اخدها كده من غير ما تدفع يعني انت طبعا يعني ايه يعني ايه يعني اعيز تطلع من الموضوعين الي هو المنتصر بقى المزبط الدنيا وعرفت لحقه على ده وعرفت لحقه على ده فهو يا كده انت عايشت تطلع مش غلمان حاجة عايشت تطلع مش خسران حاجة فأنت تخطيه الوظيف من المنزل فأنت تجري على اطراف معين أعتقد أن هذا الطرف مهي أو أن هذا الطرف ممتاز كذلك فهذا الطرف مرحوظ فأنت تجري بك فأنت تجري بأن تتعرف فأنت تتحدث عنهم أتحدث عنهم لا لأنهم أصعب لا تستسكي و لا تنصح و تتغرج قليلا في تعاملاتك أو ذكائك لأنهم ستغرم أنت خسران الفلوس العراقي والكلام كله ستدفعوك فلوس والكلام كله و تدفعوك فلوس والكلام هيا ستدفع و في الس hola سوف ادفعوك فلوس أيضا ستدفعوك فلوسonic او انت في دماغك خطة معينة بحيث تضحك على دول و تضحك على دول المهم انت فيه حاجة في قرار نفسك انت مكتمها انت ناوي على نية انت ناوي على نية بس انت ناوي على نية بس انت ناوي على حاجة جواك ممكن تكون لسه مشاهل لحد عليها لغاية دلوقتي لكن انت فيه حاجة انت بايت عليها ممتاز او هناك اناو هذا المهم هناك احيان مهم او الثاني هناك احد عنك سواء الاولي او الثاني اذا انت يجب ان تكثير اليسر اجابت فيها دلما ايضا 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 اقومs فنفس الفكرة وهذه حاجة مما كان المهم من كتر من انت مدلوء قوي على الموضوع والموضوع معروف ودعواتها قوي فانت هتجي عليك فترة او ممكن تقولين ان انت مبيتها يعني مثلا تطنيشهم بالمعنى هم هيجو لك فهي ممكن تكون هو دعوة اللي انت رسمه لان اطنيشهم هم هيجو هم هيجو لحد عندي سواء بقى الاولى او سوايد تانية وفعلا هم هيجو بس برضو ما تفرحش بالنتيجة لان موضوع منهم هجي لك من ورا مشاكل الموضوع مش محمود الموضوع كله مشاكل فانت بتتزاكى في حتة غلط خليبالك استخير دعني ده اللي انا شايفان هو ده معنى الحلم والله اعلم بس مين فيهم بقى اللي جاية منها المشاكل ممكن موجود من الجديدة يعني هيجلك منها مشاكل اكتر ممكن بس برضو ما ما قدرش حدده هنا عوي يعني بس في حالتين هم المشاكل جاية من الطرفين يعني لذلك انا مش عارف احدد من اكتر اللي هكون سبب الكوارس عليك لان هم هم الاثنين الكوارس الى اتنين مشاكل وعشان الاثنين مشاكل والاثنين ظهرين في المنام بل اتنين مشاكل مش عارف احدد من السعب المشاكل الاكتر بس في العموم الاثنين هتجوم بلك مشاكل برضو فانت معني استخير استخير ربنا يجعل لك مخرج لان انت وقعت نفسك في مشكلة وحشة صراحة توقعت نفسك في النص بين امبريل ومن هنا مشاكل ومن هنا مشاكل اللي هتسلم من هنا ولا هتسلم من هنا فربنا يا ربي يرجع لك مخرج يعني وضع نفسك وربنا نسح لك الحال والله اعلم معاني حلم بيقول حلمت ان في رجل كبير بيجري وورايا على الكبري بلدنا واخويا بعد عني وروحت البيتنا لقيت اخويا بيقولي هاتي اللي شو شو بقى طالع وشاقتي ولا بس نشو شو جديد اوكي هنا في دلالتين اول حلم اي سوري اول دلالة انت هنا بس في انت مضغوطة ايدي في مسؤوليات في حاجة تهرب منها يعني في مسؤولية محفظة عليك امر اصعب اكتر او مش اصعب فوق طقتك شوية فانت خراص بقى انت فضبك او حسن انك عايزة حد يشيل عنك شوية فهو في ضغط في مسؤولية في حاجة انت شايلها اكبر من ضغطك الفاتر فانت مضغوطة مضغوطة وعايزة حد يشيل من المسؤولية شوية من عليك دلالة الدلالة الثانية هنا عادة على اخوكي اللي هو بيبشره بارتباط اللي هو تمام بارتباطه على خيال فيه تجربة فيه امر مقبول عليه هو الجواز وانتو اللي اصلا هم هيتجاوز قريب فخلاص دي على ظاهرها لان هو واضح فعلا هنا ان اخوكي داخل على زواجك لكن انت في انت الفاتر دي بس متغوطة ومسؤوليات عليك بزيادة فانت تحسلك عايزة تهرابي عايزة تفصلي من جو الضغط ده عايزة تفصلي من جو الضغط ده بس هو ده معنى الحلم يعني يعني هي حاجة بتعبر عن نفسي عليك وفنها سورة بشرة بالارتباط اخوكي وعبالك رب ان شاء الله قريب والله اعلم موسيقى موسيقى